ينضم إلينا من بيروت العميد الياس فرحات الباحث العسكري والاستراتيجي عميد الياس مرحبا بك معنا من جديد بسقوط مدينة ليسي تشانسك في أيدي الموالين لموسكو وبسط السيطرة على كامل إقليم لوهانسك ما الذي يعنيه فعلا هذا التطور اللافت؟ هذا يعني أن التطور في السيطرة على مدينة ليسي تشانسك من قبل القوات الروسية وقوات الحكومة الانفصالية هو إتمام السيطرة على هذه المقاطعة والانتقال بعدها إلى مقاطعة دانتيسك والمقاطعتين تشكلان إقليم دونبس في دانتيسك لا تزال بعض المدن تحت سيطرة القوات الأوكرانية وأهمها كراماتورسك والتي من المنتظر في الأيام القليلة المقبلة أن نسمع المعارك وقد انتقلت إليها يتضح من تحركات القوات الروسية أن نوايا هذه القوات هي السيطرة على إقليماء لوغانسك ودانتيسك وأيضا على إقليم خيرسون بكامله والانتقال إلى مدن البحر الأسود لسيما ميكولاييف والتي ورد في تقريركم أنها تعرضت تقصف هذا اليوم مثل الأيام الماضية أيضا والانتقال بعدها إلى مدينة أوديسا على الواحر الأسود وهي الميناء الرئيسي لأوكرانيا هذه هي الخطة التي يتضح من تحركات القوات الروسية أنها تسعى وراها وأنها تريد تحقيقها في الأشهر القادمة بتصورك كيف جرى هذا الاختراق اليوم وهذا التطور وبسط السيطرة على الأرض؟ حاكم إقليم لوغانسك الأوكراني قال بأن دخول القوات الروسية لمدينة لسي تشانسك جاء بعد قصف وصفه بالوحش هل الغطاء الناري المكثف هو ما مهد الطريق خلال الأيام القليلة الماضية لهذا الاختراق ولهذه السيطرة الروسية؟ يعني هذه هي العقيدة القتالية الروسية وهي عقيدة قتالية سوفيتية سابقة تتميز بكثافة النيران وتدمير الأهداف قبل أن تتقدم القوات وهذا ما حصل في ماريو بول منذ نحو أشهر لكن المقاومة كانت عنيفة جدا واسترقت وقتا طويلا ثم حصل مرة ثانية في مدينة سيفيردونتيسك في لوغانسك أيضا واستمرت أسابيع لإتمام سيطرة القوات الروسية عليها والآن أيضا هذه المقاومة تحصل لكن يبدو أن القوات الروسية كانت أسرع من ما جرى عليه الوضع في سيفيردونتيسك وماريو بول القتال يجري في الشوارع ويسبب خسائر كبيرة للطرفين وهناك حتى الآن منذ بداية هذه العملية العسكرية هناك إيرادة القتال قوية عند الأوكرانيين وأيضا عند الجانب الروسي وجانب القوى الانفصالية وهذا يشير إلى أن هذه الحرب سوف تستغرق وقتا أطوى من المنتظر بتصورك هذه القوات التي بسطت السيطرة على أقليم لوغانسك هل ستكون خلال الفترة المقبلة قادرة على الحفاظ على هذه الاختراقات؟ قادرة فعلا على الإمساك بالأرض وصد أي هجمات أوكرانية مضادة؟ حتى الآن لا يوجد أنباء عن تجمعات أوكرانية من أجل شن هجوم معاكس يستعيد المدن والقرى التي سيطرت عليها القوات الروسية حتى الآن لم نشهد هجوما معاكسا لا في إقليم دونباس ولا في منطقة ماريوبول ولا في أي منطقة أخرى الهجوم المعاكس له شروط وهو قوى منظمة وتأتي من خلفية القوى القتالية وتتقدم وتشن هجوما على محور وتخرقه وتستعيد المناطق التي تزحبت منها هذا التجمع وهذه الترتيب القتالية والتشهيل القتالية لم تظهر حتى الآن بالتالي ما الخيارات الأوكرانية بتصورك في ضوء هذا الغياب لاي قدرة على شن هجمات مضادة في مواجهة هذا التقدم الروسي لأي ماذا بإمكان قوات كييف الاتكاء والاعتماد على الدعم العسكري الغربي الجديد والحديث الذي وصل لا سيما رجمات الصواريخ الدقيقة والمتطورة يعني إذا عدنا إلى تصريحات القيادة الأوكرانية وعلى رأسها الرئيس زيلانسكي ونوابه وبعض الوزراء وبعض المحافظين نرى أن هناك كلام في الإصرار على المقاومة وإصرار على استعادة الأرض لكن هذا الكلام لا يترجم عمليا بنوايا هجوم أو بتنظيم قوى معين من أجل دفعها لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية أيضا الدعم الغربي يبدو أنه دعم للاستنزاف وليس لكسر التوازن مع الجيش الروسي وخلق حالة تمكن القوى الأوكرانية من القيام بهجوم معاكس كل هذه الأسلحة المقدمة حاليا هي أسلحة للإستنزاف الرئيس الأمريكي بايدن وعد بصواريخ هلمز هذه الصواريخ تصل إلى 300 كيلومتر لكنها لم يصل منها حتى الآن إلى الجيش الأوكراني لذلك لا يوجد كسر للتوازن والأمور سوف تبقى على هذا المنوال إلى أن تصل أسلحة كسرة للتوازن وفعلا واقعيا إلى القوات الأوكرانية لكن كما يفهم من خلال المعطيات والمؤشرات عميد الياس بأن بعض الأسلحة المتطورة والحديثة لسيما راجمات الصواريخ الدقيقة سواء الأمريكية أو كذلك البريطانية والفرنسية دخلت بالفعل للجانب الأوكراني هذه الإمكانيات على محدوديتها للحظة كيف تنعكس على الجانب الروسي الذي يدخل إلى مناطق كما أشرت هي مدمرة بالكامل بالتالي يفهم بأنه يظل مكشوفا أمام هذه الضربات كيف تؤثر فعلا هذه الصواريخ على المستجدات والتطورات خلال الأيام والأسبوع المقبلة سيدتي منذ نشوب هذا الحرب سمعنا أن هناك القوات الجوية البولونية والبلغارية سوف تعطي الطائرات الميك 29 وال31 والطائرات السخوي إلى القوات الأوكرانية مقابل أن تزودها الولايات المتحدة بأب 16 لكن هذا لم يحصل ثم سمعنا بمدافع الهاوتزر وهي مدافع مهمة جدا وأنه تم إرسال كميات كبيرة منها وخصوصا من ألمانيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية ووصل بعضها إلى القتال لكن أين البقية؟ لم يظهر أي تأثير ميداني لهذه القوة وهذه الأسلحة وخاصة مدافع الهاوتزر الآن نعود إلى صاروخ هيمار وهو أبرز صواريخ البعيلة المدى التي وعد الرئيس بايدن بتقديمها حتى الآن لم نلمس أن لهذا الصاروخ استعمال عملاني أو أطلق باتجاه الأراضي الروسية أو باتجاه تجمعات الجيش الروسي في الشرق وفيها الخلفية القتالية المخطات التالية للقوات الروسية عميد الياس أشرت إلى المضي للتقدم أكثر في إقليم دونياتسك والتحرك لشمال جزيرة القرم خيرسن ومنها غربا نحو ميكولايف وأوديسا كيف تبدو المعطيات؟ كيف تبدو الآفاق أمام هذه المراحل التالية من العملية الروسية؟ يعني لا شك أنها عملية صعبة وسوف تشهد قتالا ضاريا وحرب شوارع لن ينسحب الجيش الأوكراني من أي مدينة بدءا بكريماتورسك التي سنسمع عنها في الأسبوع المقبلة ومرورا بمنطقة خيرسن وميكولايف بدون معارك حرب شوارع تستنزف القوات الروسية وأيضا تلحق خسائر فادحة أيضا بالقوات الأوكرانية يبدو أن الأوكرانيا وحلفائها وداعمها يرهنون على تعب ما في الجانب الروسي من الخسائر أو تعب ما في من العقوبات الاقتصادية وغيرها يعني كما حصل مع روسيا الاتحاد السوفيتي السابق في أفغانستان حيث تم استنزافه لسنوات قبل أن تنسحب القوات السوفيتي وينهار الاتحاد السوفيتي ربما هناك بعض الدوائر تراهن على مثل هذا العمل وهذا يعني أننا نحن أمام أعمال قتالية لمدة أكثر من سنة وسنتين ربما ترجمة نانسي قنقر